طبعا قضية ضمانة روسيا لقضية الغاز السارين والمواد الكيميائية كانت واضحة منذ السنين برأيك وفي ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا من جهة والنيتو وروسيا كذلك حول أوكرانيا هل تعتقد هذا الملف يضيف عامل قوة لبايدن ممكن أن يستخدمه ضد روسيا ومصداقية روسيا في العديد من الملفات وهذه واحدة منها ممكن أن يستشهد بها نعم وأهم نقطة في هذه المسألة الآن الوعود الروسية يعني روسيا تعهدت وقامت بتنفيذ التعاهد قبل سنوات عندما أخذت تسلمت المخزون الكيميائي من السوريين وألقت به في البحر إذن هناك تعهد وخطوات قامت بها روسيا والآن نحن نشهد عودة سوريا مرة أخرى إلى محاولة إعادة بناء البرنامج الكيميائي إذن هذا بحد ذاته يعطي الرئيس بايدن سلاحا أو أداة ضغط على روسيا أنتم تعهدتم بعدم تواجد السلاح الكيميائي في سوريا والآن هذا السلاح يعود مرة أخرى فماذا أنتم قائلون إذن نعم هذه نقطة ضغط إضافية على الرئيس بوتين طيب بالنسبة لقضية إسرائيل كان هناك اعتراضات من الداخل الإسرائيلي وتحديدا من قائد المعارضة بن يامين نتنياهو لطبيعة تعامل إسرائيل مع قصة إيران وتقدمها إلى القنبلة النووية كون أن هذا الموضوع جزء كبير جدا من هذه القصة وهو يعني اعترض على طبيعة سياسة الانفتاح والتهديد المباشر وإبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بكل تفصيل من إسرائيل قبل أن تتم العملية هو مع أن تكون الأمور غامضة يعني برأيك من وجهة نظر الإسرائيليين وتعاملهم مع هذه الملفات هل نتنياهو هو أكثر محقا في هذه النقطة أم أن نفتالي بنت وطبيعة تعاملة وانضمامها إلى المجتمع الدولي بشكل أكبر في هذه المسألة هي قد تكون الأفضل للمنطقة بشكل عام يعني أنا لن أخذ بكلام نتنياهو على محمل الجد لسبب واحد وهو أن نتنياهو الآن يتحدث من مركز المعارضة ومن مصلحته السياسية الداخلية والانتخابية في الواقع أن يتشدد مع الحكومة الإسرائيلية الرهنة في كفية تعاملها مع كل شيء تقريبا ليس فقط مع الملف الكيماوي في سوريا أو الملف النووي في إيران الواقع أن الحكومة الإسرائيلية الرهنة رغم أنها حكومة ائتلافية تعددية هي أكثر أو متشددة بنفس القدر كما كان الحال مع نتنياهو وتلجأ إلى تنفيذ أفكار وسياسات نتنياهو إذن لن أعول كثيرا على ما قوله نتنياهو ويمكن تفسير تصريحات نتنياهو واعتراضات نتنياهو وانتقادات نتنياهو على أنها رسالة للاستهلاك المحلي طيب ألا تعتقد أن هذه المسألة التي ظهرت الآن من جديد هي جزء من سلوك الميليشيات في المنطقة وسلوك الميليشيات هي جزء من المفاوضات إذا ما اتفقوا الآن على اتفاقية مؤقتة سيناقشون سلوك الميليشيات وبعدها الصواريخ الباليستية يعني أصبحنا أمام مسيارات أصبحنا أمام ميليشيات وأصبحنا أمام تطوير مواد كيماوية وأسلحة كيماوية في سوريا ألا تعتقد هذه تضيف ورقة مزعجة للمفاوضات النووية وهذه المفاوضات تصبح معقدة شيئا فشيئا مع إيران هل تتفق أنت معي في ذلك؟ نعم بدون شك لأنه يجب أن نتذكر أن المفاوضات النووية تتعلق فقط وتركز فقط على الملف النووي والرغبة الأمريكية هي توسيع نطاق هذه المفاوضات في وقت لاحق لكي تشمل الملف الصاروخي ملف السلوك الإيراني في المنطقة بصورة عامة في العراق في لبنان في اليمن ولكن الولايات المتحدة قررت في نهاية المطاب أن تتناول كل هذه الملفات مع كل هذه الملفات على حدة فإذن النظرية الأمريكية تقول إنه إذا أمكن للولايات المتحدة وإيران التوصل إلى حلول للملف النووي إلى العودة للاتفاق النووي الأصلي فإن هذا من شأن أن يفتح الباب أمام الطرفين للبدء في الحديث عن ملفات أخرى منها الملف الصاروخي ملف الميليشيات وملف السلوك الإيراني بصورة عامة الذي تصفه الولايات المتحدة بأنه مزعزع للاستقرار في المنطقة لكن بدون شك أنا معك مئة في المئة أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي ستظل هناك مشكلات كبرى وأقول مشكلات وليست مشكلة واحدة بشأن التعامل مع الملف الصاروخي إيران بصدد إطلاق صاروخ إلى الفضاء لست أدري ما هو الغرض من إطلاق هذا الصاروخ سوى أن أقول إنه للدعاية أكثر منه لأي غرض عملي وهناك أيضا الحرب في اليمن وهناك الأزمة في لبنان وهناك الميليشيات المتواجدة في لبنان إذن نحن أمام الصداع متعدد الوجهات طيب يعني في ظل الآن ما ننظر إليه تخصيب اليورانيوم المفاوضات النووية تصعيد الميليشيات المتوقع في العراق وحتى على مستوى سوريا العام القادم المواد الكيماوية الآن في سوريا وضع سوريا بشكل عام واستهداف القواعد الذي ممكن أن يجري أزمة روسيا وأوكرانيا وكذلك الأزمة مع الصين يعني هل تعتقد أن بايدن عليه أن يفكر قليلا بالخيارات العسكرية أكثر من خيارات العقوبات كون أن الأمور على ما تبدو حتى هذه اللحظة في عام 2022 ستكون صعبة جدا على الرئيس الأمريكي نعم بدون شك الرئيس بايدن مخطئ عندما أعلن منذ اليوم الأول لحملاته الانتخابية أن استراتيجيته في التعامل دوليا تقوم على الدبلوماسية والحلول السلمية بصراحة هذا الأمر ينظر إليه بعض الدول على أنه عامل ضعف بالنسبة للولايات المتحدة لأن كثيرا من الدول تنظر إلى الدبلوماسية والخيار السلمي على أنها بطاقة خضراء يمكن ضوء أخضر لكي تقوم بما قام به روسيا على سبيل المثال في أوكرانيا الحجد العسكري وما إلى ذلك وهي تعلم أن الرئيس بايدن لن يتحرك عسكريا إذن الرئيس بايدن تنقصه عبارة واحدة يجب أن يضيفها إلى استراتيجيته هذه وهذه العبارة يجب أن تقول أننا نفضل الدولوماسية ولكن إن لزم الأمر ستلجأ الولايات المتحدة بكل قوة وشدة إلى الخيار العسكري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر